ودعم اللوجستي إلى العصابات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين وتسهيل عبورهم مع أسلحتهم إلى سوريا في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1373 وأضافت الوزارة أن السلطات التركية تستمر في تسهيل تدفق الإرهابيين والأسلحة بشكل ممنهج عبر مناطق عديدة منها باب الهوى والفوز وعين البيضة وخربة الجوز والريحانية وقرية غزالة وتل الدهب وأطمى وغيرها وتقدم الدعم لهم وهم يرتكبون بشكل يومي جرائم إرهابية بحق الشعب السوري ومؤسسات الدولة وبناها التحتية والتي لم تسلم منها المشافي والمؤسسات التعليمية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية ومقار البعثات الدبلوماسية وحتى الأطفال في مدارسهم وحافلات نقلهم وطلبت الوزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها مجلس الأمن الدولي مجددا بالاطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الفورية وفقا للولاية الممنوحة له بموجب المثاق والقرارات ذات الصلة للتصدي للإرهاب الذي يستهدف سوريا شعبا ودولة ومساءلة من يدعمه ومحاولات أردوغان الأخيرة في تحسين صورته الدموية لم ولن تفيده لأن وجهه الحقيقي بات مكشوفا لدى الشعب التركي والعالم وجولته ووزير خارجيته على عواصم الدول الداعمة للشعب السوري تعكس مدى تخبط حزب العدالة والتنمية بعد فشله في تحقيق مخطط الكيان الصهيوني في سوريا جولة أردوغان ووزير خارجيته على عواصم الدول الداعمة للشعب السوري عكست مدى تخبط حزب العدالة وتنمية بعد فشله بتحقيق مخطط الكيان الصهيوني في سوريا أردوغان تورط بالمشروع الصهيوني الأمريكي الذي أفشله أبناء الشعب السوري بوعيهم وحكمة قيادة فما كان من أردوغان إلا تغيير الدفع فشهدنا في الأيام الماضية زيارات مكوكية قام بها مع وزير الخارجية أحمد داود أوغلو إلى عواصم أصدقاء سوريا لترميم ما تصدع خلال الأزمة السورية وليضمن لنفسه ولحزبه مقعدا في مجمل تسويات المنطقة السياسيون الأتراك اعتبروا أن أردوغان الذي دعم الإرهاب في سوريا على مدار عمر الأزمة السورية بدأ يعي بأن كرت الإرهاب ورقة خاسرة قد تنقلب إلى الداخل التركي في أي لحظة فبدأ مساعيه لوضع قدم له على الساحة الدولية التي بدأت تتخلى عن فكرة القتل والدم لتحقيق الأهداف على حساب إيجاد حل سياسي سلمي لجميع ملفات المنطقة أردوغان دعم الإرهاب في سوريا على أمن أن تستطيع تلك الجماعات الإرهابية إسقاط الدولة السورية واستلام الإخوان المسلمين للسلطة هناك ليتربع على عرش العالم العربي والإسلامي كل هذه الأحلام لم تتحقق بفضل صمود الجيش العربي السوري بوجه الإرهاب وأخيرا أدرك أردوغان أن ما كان يخطط له صعب المنال فقرر إعالة النظر بسياساته الخارجية العدائية ضد سوريا فيما رأى آخرون أن محاولات أردوغان الأخيرة في تحسين صورته الملطخة بدماء السوريين لن تفيد بأي انتخابات مقبلة لأن الشعب التركي رأى الوجه الحقيقي لأردوغان وحزبه يرى السياسيون الأتراك في حالة التخبط التي يعيشها حزب العدالة وتنمية أمرا طبيعيا لفشله في سياساته العدائية تجاه سوريا أديب عبد الفتاح التلفزيون العربي السوري أنقرة وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس ونظيرته البلجيكية جويل ملكي يقران بأن نحو ألفي إرهابي أوروبي يقاتلون إلى جانب جماعات تابعة للقاعدة في سوريا وفي وقت يتزايد فيه التوتر الأمني في الغرب مع عودة طلائع المجموعات التكفيرية إلى البلاد التي جاءت منها محملة بثقافة القاعدة وأشباح ضحاياها من السوريين تتعظم تبعات تمويل الإرهاب وتسليحه فضلا عن تبنيه وهو السلوك الذي مارسه الغرب على طول أوهامه بإسقاط الدولة السورية ولكن الدولة السورية لن تسقط وما زال في الإرهابيين بقية بشرة العودة إلى المكان الذي جاءت منه حاملة ثقافة القاعدة وأخلاق النصرة كإرهاب داهم وانفجار مؤذر فقد كشف مسؤول استخباراتي أمريكي في تصريح لصحيفة والستريت جورنال الأمريكية أن هؤلاء الإرهابيين متزمتون جدا وما يثير القلق هو أننا في المراحل الأولى من هذا الأمر مؤكدا أن عودة الإرهابيين تمثل بالنسبة للولايات المتحدة والبلدان الغربية أكبر مصدر للقلق على المدى الطويل كما كشفت صحيفة دينيس البلغارية أن موجة جديدة من الأوروبيين تتجه للقتال في سوريا فوفقا لبيانات حكومية واستخبارية فإن عدد الأوروبيين المقاتلين في سوريا يبلغ حوالي 1800 شخص أما عددهم في ربيع هذا العام فلم يتجاوز الستمئة وأن العدد المتزايد من المقاتلين يؤثر بشكل رئيسي على ألمانيا وبلجيكا والسويد وفرنسا التي تمكنت في الأسبوعين الماضيين من كشف شبكتين من المقاتلين العائدين من القتال في سوريا أما في بلجيكا فقد أعلن محافظ مدينة فيلفوردي أن البلجيكيين الذين يذهبون للقتال في سوريا هم من الشباب تحت سن العشرين وأن أسماء فتيات في سن المراهقة بدأت بالظهور في لوائح المفقودين الأمر الذي دفع برئيس الاستخبارات البريطانية أنديريو باركر للتصريح بالقول إن أغلب عمل الوكالة بات يتركز على الأشخاص الذين عادوا من القتال في سوريا أو أولئك الذين يريدون الذهاب ميدانيا دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات للإرهابيين خلال عملياتها المتواصلة في مزارع ريمة والمزارع الشرقية والشمالية للنبك ومزارع العبادة بريف دمشق وأوقعت من فيها قتلى من بينهم متزعم ما يسمى سرية سيف الإسلام الملقب أبو علي وبعضهم من جنسيات أردنية وصومالية منهم الأردني طارق العريجي متزعم إحدى المجموعات وأحمد حر والمدعو أبو سليمان مما يسمى كتيبة أنصار الشريعة وخلال كمين محكم بالجبال الشرقية للزبداني أجهز بواسلنا على كامل مجموعة إرهابية ودمروا أسلحتهم من بينهم القتلى شاهر خيط وبلال عواد فيما تم القضاء على عشرات الإرهابيين وتدمير أسلحتهم في محور زملكة عربين وعند الكورنيش الوسطاني وفي بلدة يلدة وشرقية مقام السيدة سكينة في دارية وقرب جامع الحسن في حي القابون ومزارع دير سلمان ونادي الفروسية ومحيط القرية الشامية من بين الإرهابيين القتلى رجب عبيد ووليد علي خالد بركات وفي ريف إدلب وتحديدا منطقة الحامدية كاميرا الأخبار زارت أحد مواقع الجيش العربي السوري ورصدت المغاور التي كان يستخدمها الإرهابيون كمقرات لهم للاعتداء على القرى المجاورة والمناطق العسكرية هناك مرسلنا الحربي رئيف أحمد والتفاصيل خلال تجوالنا على مواقع الجيش العربي السوري حول مدينة معرة النعمان بريف إدلب وتحديدا في منطقة الحامدية زرنا أحد المواقع الأمامية هناك وسار بنا الجنود بجولة استطلاع في المكان من السمات الجغرافية لهذه المنطقة بأنها وعرة وجبلية وفيها طبيعة الصخور هنا طبيعة كلسية لذلك هنا نجد الكثير من المغاور استخدمها الإرهابيون والعصابات الإرهابية التكفيرية كمقرات وأوكار لهم هذه المغارة كانت إحدى مقرات أو أوكار مجرمي العصابات الإرهابية فراش وأغطية كانوا ينامون هنا ويبيتون هنا وينطلقون لتنفيذ عملياتهم الإجرامية هذا المكان جرنا إلى مكان أبعد إلى الأمام ولا خوف إن كنت برفقة رجال الجيش العربي السوري الذين تقدموا أمامنا بوضعية قتالية ترجمة نانسي قنقر حاولوا رفع عالم جبهة مصر أكثر من خمس مرات حاولوا رفع عالم جبهة مصر هنا على هذا الساخر إنه هنه نحتلوا المنطقة وشان يضبوا الزعر فينا وننسحي كمان ساخد مقنا بين صواريخ حراري تركي وإسرائيلي تصنع لكن خسئوا أن ينالوا مننا مجرد الإجتماع تحاولوا يلتفوا النقطة بحاصروها ولكن ما رضينا عن شيء لأننا نحن مصرين عناصر بأدت محلات وقامت يعني أنتم كنتوا هنا بهاي؟ نحن كنا بنقطع السوات المنتشرين وهيك محلات المتوزعين هذه المواقع كانت مقرات وأوكار للعصابات الإرهابية وهذا المكان خارج مناطق الانتشار ولكنه تحت مرمى نيران بواسل الجيش العربي السوري رئيف أحمد التلفزيون العربي السوري في حلب استشهد تسعة مواطنين من عائلة واحدة جميعهم نساء وأطفال من جراء إطلاق إرهابيين قذائف صاروخية على حي المشارقة إنه الطفل نور يبحث تحت الركام عن والدته آملا أن تكون على قيد الحياة بعد أن فقد أخيه وثمانية من أفراد عائلته جراء استهداف حيهم بقذائف صاروخية أطلقها الإرهابيون المرتزقة واستقرت في منزلهم أما التفاصيل فهي بلساني من كان تحت الركام وين كنت أدعمه؟ من الغرفة أين الغرفة؟ هاي هاي أنت ومين كنت أعين؟ أنا وأبوي وأمي وأخوي ما حدث؟ طفقنا الحياة الصاروخ هاي؟ طفقنا الحياة اي أخوي مات أبي طفوه صاف اي أمتي ألونا أخذونا على الاستشباه وين أمك الله؟ ما معني لو أنا خراب لو قيت أختيوني فاطومي كلهم شناهنا رغضناهم على المشباه طلعوا كلهم ميتين أمي وأختي وأختي الثانية وبنت أغطي الله يتأمنهم حرموا أمه وأخوه الله يهدن ربي الله يحرمون شميم الهوى ربي والسعودية وكل هالخليج لبعاتهم لعنا الله يحرق قلوبا ربي بجاه محمد حرق قلوبنا ما خلوا أمنا لعوة ما خلوا حدا لحرق قلبه الله يحرق قلوبا كنا مبسوطين ومرتاحين كسر صدري وأجري ايو الله الله ينتقن منه بجاه الحبيب محمد طبيعة الحي المعقدة وعشوائية السكن استدعى التدخل آليات من نوع خاص وتضافر جهود المعنين والأهالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عمدنا إلى استخدام آليات صغيرة الحجم بالاعتماد على بعض الآليات من مجلس المدينة ومدريت الدفاع المدني نحن نعمل جاهدين من أجل رفع هذه الأنقاض ولن نغادر حتى يتم رفع الأنقاض بالكامل وترحيلها من الموقع هي صورة تحدثت عن نفسها دمار وخراب وبصمات الإجرام واضحة بحق أبناء حلب الذين قالوا الكلمة منذ بداية للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه شادي حلوة التلفزيون العربي السوري حي المشارقة حلب شكرا لك شادي والرحمة لشهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحة يواصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالك زيارته إلى طهران حيث التقى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي الذي أكد أنه لا توجد أي موانع تعيق تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وتعاون البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية المالك أعرب عن أمله بأن تكون الاتفاقيات التي أبرمها مع المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته عاملا مساهما في تعزيز التعاون الثنائية وفي سياق متصل وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله المالك العلاقات مع إيران بالاستراتيجية مشيرا إلى الإجراءات المؤثرة لإيران في الحيلول دون وقوع حرب كانت تتجه لتفرض على المنطقة وقال روحاني إن مؤتمر جينيف 2 يجب أن يؤكد على الخروج الكامل للإرهابيين من سوريا وتوفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة تماما ومن دون شروط مسبقة مضيفا إن مسؤوليتنا المشتركة هي الدفاع عن أهداف ومطالب الشعب السورية في جميع المؤتمرات الدولية وخاصة المؤتمر الدولي حول سوريا كما التقى المالك علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي أكد أن الإرهاب هو الخطر الأول الذي يهدد المنطقة منوها إلى أن الإرهاب مثل الفيروس لا يلوث المحيط الذي هو فيه فحسب بل يهدد أيضا من أوجده وفي العراق حررت القوات المسلحة أحد عشر مواطنا احتجزتهم مجموعة إرهابية كرهاء في محافظة كاركوك فيما فككت خلية إرهابية تابعة للقاعدة في الفلوجة وقبضت على متزعمها الذي يستدرج سواق الأجرة ويسلمهم إلى الإرهابي شاكر وهيب قاتل سائقي الشاحنات السورية الثلاثة قبل أشهر بعد أكثر من خمسين ساعة على قيام مجموعة إرهابية باقتحام مبنى دائرة الاستخبارات في محافظة كاركوك واحتجاز سبعة وعشرين مواطنا كرهاء تمكنت قوات عراقية مشتركة من تطهير المبنى وتحرير أحد عشر مواطنا فيما استشهد الآخرون جراء شراسة المواجهة وتفجير الإرهابيين المحاصرين أنفسهم وسط الرهائن وفي الوقت عينه تمكنت قوة من الفوج الإقليمي التابع لجهاز مكافحة الإرهاب بالمشاركة مع قيادة عمليات دجلة من إحباط محاولة إرهابية أخرى لإحتجاز 45 مدنياً وشرطياً عراقياً داخل مبنى رعاية الشهداء في محافظة صلاح الدين وبعد عملية نوعية متقدمة في حصار المبنى واقتحامه تم تحرير جميع الرهائن وقتل جميع الإرهابيين الذين كان أحدهم يحمل الجنسية السعودية البعض يريد العراق أن تدب فيه الفوضى طبعاً ويريد أن الإرهاب يسيطر ويريد القاعد أن تسيطر وجبهة النصرة وجبهة الشام وغيرها طبعاً يريد الفوضى لكنه لا يدرك أن الفوضى ستكون ثمنها كبير وهو أول من يدفع ثمن ذلك وفي مدينة الفلوجة تمكنت قوة من الجيش العراقي من تفكيك خلية لتنظيم القاعدة الإرهابي والقبض على متزاعمها فارس جمال محمد الملقب بحمود الصغير الذي كان يستدرج سائقي الأجرة على طريق بغداد كربلاء ويسلمهم إلى الإرهابي شاكر هيب الذي قام بإعدام سواق الشاحنات السوريين الثلاثة قبل شهور لقتلهم على خلفيات طائفية نادي العبيدي تلفزيون العربي السوري بغداد رحب أحمد أزومجو مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بانضمام سوريا إلى المنظمة معتبراً ذلك خطوة أخرى مهمة على طريق تحقيق عالمية الاتفاقية وأضاف أزومجو خلال لقائه الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين في مقر المنظمة أن النجاح الذي حققته سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان نتيجة التعاون البناء مؤكداً حرص المنظمة على استمرار التعاون الدكتور المقداد أكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون مشدداً على أن سوريا التي انضمت بقرار سيادي إلى الاتفاقية مستعدة لتنفيذ كل ما هو مطلوب منها بموجب الانضمام وستستمر بتعاونها مع المنظمة بعيداً عن التسييس مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعلن أن روسيا ستعطي سوريا المعدات اللازمة من أجل تدابير معينة في إطار التخلص من الأسلحة الكيميائية وأشارت تشوركين إلى أن هذا الأمر يمكن أن يحل مشكلة نقص الوسائل لإطلاف السلاح الكيميائي في سوريا مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد بيد أن هناك مشاكل موجودة يجب العمل جدياً لحلها ودعت تشوركين الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الضغط على المجموعات المسلحة في سوريا حتى لا تقوم بأعمال من شأنها أن تعرقل العملية نشد البطريارك وحن العاشر يازجي بطريارك وأنطاكيا وسائر المشرق لروم الأورثوذوكس المجتمع الدولي وكل الحكومات التدخل وبذل الجهود لإطلاق سراح الراهبات المختطفات من دير ما ارتقل بمعلولة ودع البطريارك يازجي في مؤتمر صحفي في بيروت إلى الحوار بين السوريين لحل الأزمة مضيفاً أن من واجب أصحاب القرار إقليمياً ودولياً الابتعاد عن الأقوال واللجوء إلى الأفعال لإنهاء الأزمة وتحرير الراهبات المختطفات نداؤنا إلى المجتمع الدولي نحن ومع شكرنا لكل مشاعر التضامن نحن لم نعد نحتاج شجراً أو إدانة أو استنكاراً أو شعوراً بالقلق لما يجري من تعد على كرامة الإنسان لأن كل ذلك محفوراً في ضمير كل منا نحن نحتاج اليوم أفعالاً حسياً وملموساً لا أقوالاً نحن لا نريد من أصحاب القرار إقليمياً كان أو دولياً أصوات استنكاراً بل جهوداً وضغوطاً وأفعالاً تفضل إلى إطلاق من كان ذنبهن الوحيد التشبث بأرضهن والتشبث بديرهن ورغض مغادرته ونبقى في لبنان حيث شهدت مدينة طرابلس تبادلاً لإطلاق النار بين عناصر الجيش اللبناني وبعض المسلحين عند مستديرة الملولة يأتي ذلك في حين نفذ الجيش اللبناني انتشاراً في طرابلس بناء على تكليف رسمياً لحفظ الأمن لمدة ستة أشهر وملاحقة المجموعات الخارجة على القانون التي تثير الفوضى وتعتدي على المواطنين وممتلكاتهم بعدما اتخذ القرار بجعل عاصمة الشمال طرابلس تحت أمرة الجيش اللبناني لمدة ستة أشهر يبدو أن الجيش نجح في إعادة الهدوء إلى طرابلس معتمداً سياسة القدم على كافة المحاور في المدينة التي وصل انتشاره فيها وعمل على إزالة الدشم والمتاريس واستمر بملاحقة مطلقين نار وعمليات الدهم وألقاء القبض على القناصة ما يقوم به الجيش حالياً هو التقدم ببطء بهدف تقليل الخسائر إن كان بشري أو مادية للمواطنين الشماليين هناك لشك عمل طويل الأمد بسبب وجود أدة محاور هناك مشكلة لشك هي أن المسلحين ربما يستعينون بعناصر مسلحة تكفيرية من سوريا وتكون معركة طويلة الأمد ويرى المراقبون أن جولات عنف جديدة ستشهدها مدينة طرابلس في ظل ربط البعض الوضع في المدينة بالوضع الإقليمي ما يجري في شمال لبنان اليوم هو جزء كبير منه مرتبط بأزمة سوريا ومرتبط بأجندات خارجية المملكة العربية السعودية والسموه الأمير بندر وهذا الجو الملتف حوله سعد الحريرة وهدول الأشخاص كلهم عم يحاولوا جاهدين بأنه بالآخر يحسنوا أوضاعهم في لبنان لأن الورقة الوحيدة اليوم التي بقيت لديهم هي ورقة لبنان مصادر عسكرية قالت أن التواجد الكثيف للجيش على كل المحاور في المدينة يجعلها سقطة عسكريا بيده إلا أن أمر الحسم يحتاج إلى قرار كبير جدا لا يمكن أن يحصل في ظل التحريد المتمادي اليوم على المؤسسة العسكرية وأوضحت المصادر أن القرار الذي أعطي للجيش كان بمثابة غطاء سياسي مطلق وأن ستة أشهر قد تكون كافية لإخراج المدينة من أسر المجموعات المسلحة وإذا لم يتحقق ذلك فإما يجري تمديدها لفترة إضافية وإما تعود الأمور إلى ما كانت عليه ونعود إلى الدوران في الدوامة ذاتها سنعلوي لتلفزيون العربي السوري وفي اليمن هز تفجير إرهابي انتحاري عنيف وسط العاصمة صنعاء استهدف وزارة الدفاع ما أسفر عن سقوط 37 قتيلا وثمانين جريحا يخوض اليمن مرحلة انتقالية صعبة منذ لحاقه بركب الربيع الغربي المدعوم صهيونيا والمصدر إلى المنطقة العربية فالسلسلة الهجمات التي ينفذها مسلحو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أخذة بالزيادة وجديدها ما أعلنه مصدر في وزارة الدفاع اليمنية عن قيام انتحاري بصدم سيارته المفقخة ببوابة الوزارة في العاصمة صنعاء ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لتدبعها سيارة أخرى ويفتح من بداخلها النار على المقر ثم يشتبك مسلحون يرتدون الزي العسكري ويطلقون النار على قوات حرس المجمع ويضيف المصدر إن مسلحين اقتحموا المستشفى التابع لمجمع وزارة الدفاع اليمنية وعددا من المباني الأخرى فسارعت قوات الجيش والأمن لإغلاق الشوارع المؤدية إلى الشارع القيادة الذي يتواجد فيه مقر وزارة الدفاع اليمنية وذكرت مصادر خاصة أن عشرات الجرحى والقتل وقعوا جراء الانفجارات الضخمة التي وقعت إضافة إلى وصول العشرات من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى مؤكدة حدوث اشتباكات عنيفة قرب وزارة الدفاع ووصول تعزيزات ومدرعات للمنطقة وفي إطار حربها على القاعدة شنت طائرة يمنية من دون طيار غارة جوية على تجمع لقاعدة في وادي ديقة جنوب اليمن بعد مهاجماتهم لنقطة عسكرية تابعة للجيش اليمني الأول في منطقة إحوير على ساحل بحر العرب ما أدى إلى مقتله ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي أكد المتحدث باسم حركة النهضة الإخوانية زياد العذاري حرص الحركة على نجاح الحوار الوطني وأعرب عن أسفه لتمديد الحوار بسبب عدم التوافق وقال المتحدث في مؤتمر صحفي له إن الحركة حريصة على تسريع الحوار والخروج من المرحلة الانتقالية لافتا إلى أن الحوار خيارهم ملمحا إلى العواقب الوخيمة لفشل الحوار ومؤكدا أن انعدامه سيقود البلاد إلى الفوضى وكان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي قد أعلن في وقت سابق فشل هذا الحوار وأن تونس أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات مشيرا إلى أن الحوار معلق لحين عقد اجتماع لكل الأحزاب وأمهل النهضة عشرة أيام للاتفاق الآن مشاهدين إلى أخبار المال والأعمال معاهبة بشاني باست